مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء يصعد الرئيس التونسي قيس سعيد ضد معارضيه فيما تبدو كأنها مساعٍ لإنهاء كل صوتٍ سياسيٍ معارضٍ في تونس فحالة الطوارئ مستمرةٌ في البلاد كما تواصل السلطة توظيف قانون الطوارئ وبقية القوانين الاستثنائية لمحاصرة الفضاء العام والتضييق على الحريات ورغم الاعتقالات المستمرة ضد شخصياتٍ مهمةٍ في الأحزاب المعارضة إلا أنها تستبسل في الدفاع عن نفسها وتصر على إبقاء الضغط على سعيد وتقول المعارضة التونسية إن الهدف من عمليات الترهيب خاصةً بعد الانتخابات الأخيرة هو البحث عن شرعيةٍ مغايرةٍ لشرعية الصندوق وهي شرعية القمع والتنكيل ويرى محللون سياسيون أن الاعتقالات التي تستهدف وجوهاً من المعارضة ومحامين هي مواصلة الهروب للأمام فقيس سعيد لا يملك حلولاً للأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد لذلك يرمي العبء على ما يسميه بتآمر المعارضة ضد الدولة وتؤكد شخصيات تونسية أن بعض المنظمات كاتحاد الشغل لا تزال تراهن على الحوار مع سعيد ولكن طرح المبادرة على رئيس الجمهورية هو الذهاب في طريقٍ مغلق وهو ما قد يضيع الوقت على التونسيين ويزيد الاقتصاد تدهوراً ترجمة نانسي قنقر